هذا وأكد مدبولي امتلاك مصر العديد من المدن التي تسخر بالمقاومات الطبعية اللازمة للسياحة الصحية وأشار إلى تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد ذات المقاومات الطبعية الهائلة بمشاركة القطاع الخاص إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردأة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العالمين وراس الحكمة بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع زاوي الخبرة في تنميتها حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصداً سياحية عالمية لما تدخر به من مقاومات الجذب السياحي وكذلك يمكن أن تكون موتناً للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر